ووسط مظاهر حفاوة شعبية وترحيب حار تجسد مشاعر المودة والولاء الصادق التي يبديها المواطنون تجاه سموه استقبلت حشود من المواطنين صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر لدى عودته ظهر اليوم من الخارج الحشود اجتمعت ابتهاجا من أبناء الشعب بسلامة ونجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه وتعبيرا عن مكنون الحب والمودة والوفاء لشخص سمو رئيس الوزراء لما يمثله سموه من مكانة وطنية وقيادة تاريخية لدى كافة أبناء الشعب ولقد قابل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مشاعر المواطنين الصادقة تجاهه بالترحيب البالغ والتقدير والرد بمشاعر الحب حيث حرص سموه على رد التحية لكافة المواطنين الذين احتشدوا لاستقبال سموه وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عن الاعتزاز والتقدير والشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة على ما أحاط به جلالته سموه من مشاعر طيبة وسؤال جلالته الدائم عن سموه طيلة فترة تواجده بالخارج كما شكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قادة دول مجلس التعاون على اتصالاتهم وسؤالهم الدائم عن سموه فشكرا لهم على ما أبدوه من مشاعر مودة واهتمام وحيى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توافد أبناء الشعب بمختلف مكوناته للاحتفاء بمقدم سموه إلى أرض الوطن وهي حثاوة وتكريم لها الكثير من الوقع والأثر الطيب على النفس وتعكس طبيعة العلاقة الخاصة التي تربط بين شعب مملكة البحرين وقيادته وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن فيض المشاعر المحبة والوطنية التي أظهرها شعب البحرين تجاه سموه ابتهاجا بنجاح الفحوصات الطبية قد غمرته بالفخر والسعادة لما تحمله من مظاهر ومعاني الود والوفاء والمحبة لتسجل بذلك نموذجا مشرقا وترسم علامة بارزة في التلاحم والتماسك الذي تنعم به مملكة البحرين فشكرا لكل مواطن غمرنا بحبه وعبر عن مشاعره الوطنية تجاهنا بأي شكل من أشكال التعبير والشكر موصول أيضا لكافة المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ولكل من ساهم وشارك في الاستقبال وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إننا اليوم أشد حرصا وإصرارا على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء بخطا ثابتة تحت القيادة الحكيمة لجلالة العاهل المفدة لمزيد من التقدم والرقي في مختلف المجالات تحقيقا لأمنيات وتطلعات هذا الشعب الكريم وأشار سموه إلى أن هذه الروح الوطنية والتلاحم سيعزز ويدعم متطلبات المرحلة الجديدة من العمل الوطني ويؤمن عناصر نجاحها في تكريس الأسس المتينة التي شاركنا جميعا فيها لبناء الدولة الحديثة وتدعم تطلعنا نحو المستقبل بكل تفاؤل موسيقى لحظة وصول سموه بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن لحظة انتظرها الصغار قبل الكبار لحظة انتظرتها البحرين من مشارقها إلى مغاربها فما أسعدها من لحظات وما أجملها حينما يكون العائد خليفة الأب خليفة الخير الصغار قبل الكبار أسروا أن يشاركوا البحرين فرحتها اليوم بعودة خليفة الخير لأن الصورة أبلغ من الكلام فلندع الصورة تتحدث وصل صاحب الأياد البيضاء ليصافح شعبه الذي استفى الانتظاره بكل شوق وصل ليجتمع بهم من جديد على أرض الخير ليكمل مسيرته النيرة أسأل الله يخلي ونور البحرين مستونسين بأيته برجوعة الله يشفيه ويعطي العافي والصحة سلامتي يا إيبة سلامتي يا إيبة سلامتي أعزنوا كرمتني نعيم بخرني سلمكم يا رب يا عليكم الله يسلمي أبو علي يعطي الصحة والعمر وليوم ما نورت البحرين ومن ج Hayır ما ما ن نسو Julius والله العظيم يا رب يحضع الشيخ خليفة ونحط على تاج رأسنا ونحط ذكر لنا لا يحضع يا أبو علي ولا يحضك حمد الله على سلامتك انت الحمد الله على سلامتك يطوي العمر حمدnnك يا خليفة الخير نحن كلنا مستنسين بوجودك كحلنا عينا بوجودك نعيد الله على السلام الشيخ الخليفة ولنور البحرين سarthch al stairs في بيئة سالم وقانم يعني إن شاء الله عدو فيه فرطة إن شاء الله وعسى إن شاء الله يبلغ في أسقر عياله قولوا يا الله رب العالمين شفاك وعفاك يا أبو علي يا رب تخليك لني يا أبو علي واتطول في عمرك يا أبو علي يا الله يا ربي حجها للبحرين فأهلا وسهلا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بين أبناء شعبه الوفي الذي يكون له كل الحب والوفاء كيف ولا وهو من تجسد حبه في القلوب سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين